نروح لمجموعة النادي الاهلي طبعا النادي الاهلي كان بيلعب مباراتهم مع بلاتينيوم هناك في دنبابوي طبعا وانتهى اللقاء بالتعادل واحد واحد المباراة الاخرى الهلال والنجم السحلي في السودان واستطاع طبعا فريق النجم السحلي ان يفوز ويسأر لهزمته امام الهلال في تونس ويفوز على الهلال في السودان اتنين واحد بكده يبقى ترتيب المجموعة التانية كالآتي النجم السحلي يتصدر هذه المجموعة في المقدمة برصيد تسع نقاط من اربع مباريات تلاتة فوز وخسارة وحيدة من الهلال طبعا يبقى تسع نقاط النادي الاهلي في المركز التاني برصيد سبع نقاط الهلال السوداني في المركز التالت برصيد ست نقاط بلاتينيوم في المركز الرابع والاخير برصيد نقطة واحد بلاتينيوم تخيلوا بقى ان بلاتينيوم ما زال عنده امل لكن خلينا نقول موقف النادي الاهلي المباراتين المتبقيتين الاهلي عنده النجم السحلي هنا في مصر يوم 24 يناير لو الاهلي كسب النجم السحلي هيبقى عشر نقاط ويتصدر المجموعة بتاعته ويبقى موقفه اقرب ما يكون الى التأهر طيب لو حصل لقدر الله اي حاجة غير الفوز يعني لو النجم السحلي فاز هيبقى في مشكلة كبيرة جدا ليه لانه الهلال هيلاعب بلاتينيوم اذا حقق الهلال فوز على بلاتينيوم يبقى تسع نقاط لو الاهلي مفس على النجم السحلي او لقدر الله اي غلب هيبقى سبع نقاط زي ما هو وتتعقد او يتعقد موقفه تماما لكن فوز النادي الاهلي وهيحصل باذن الله على النجم السحلي هنا في مصر هيخليه عشر نقاط ويركب الجدل ويبقى في ظله مبراء واحدة فضلة مع الهلال السودان يوم 31 يناير في السودان مش هنتكلم على احتمالاتها عشان مدوشكوش مواقع كاتب احتمالات ومية احتمال ده بيتوه الناس خلينا احنا في الاحتمال الاولاني اللي هو اول ماتش جاي اللي هو ايه اللي هو الاهلي هيلاعب النجم السحلي هنا في مصر يوم 24 يناير لو الاهلي فاز بإزد الله هيفوز هيبقى عشر نقاط في المركز الاول والنجم السحلي هيفضل تسع نقاط زي ما هو النجم السحلي بفضله ماتش مع بلاتينيوم هيعدي هيعديه ما فيهاش فصار هيبقى ساعتها النجم السحلي اتناشر نقاط بفرضه هزمته امام الاه والاهلي عشر نقاط وفضله مين فضله الهلال الهلال خلي بالك غالبا يبقى عنده تسع نقاط لانه هيكسب بلاتينيوم هنا يكفي النادي الاهلي التعادل في المباراة الاخيرة مع الهلال هناك في السودان لكن مش عايز اسبق الاحداث طيب لكن خلينا نعترف ونقول انه بتعادل الاهلي مع بلاتينيوم هناك وكان يستطيع ان يفوز تماما والمباراة كانت في متناوله تماما لكن انا قلت هنا يوم الخميس لو تفتكروا قلت بلاتينيوم في مباراته مع الاهلي هنا اللي خلصت اتنين سفر اظهر بعض المخالب بعض المخالب ما قلت كده بالحرف وبالتالي على النادي الاهلي ان يعني يتحسب هذه الامور لكن قدر الله ما شاء فعله وانتهت المباراة بالتعادل واحد واحد مدلت الكرة في اقدام لعيب النادي الاهلي يفوزوا على النجم السحيلي باذن الله ان شاء الله يوم 24 يناير هنا يبقوا يروح لنقطة تسعة تمام 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 يروح لنقطة عشرة متأسف يركب جدول الدوري والنجم يبقى تسعة الماتش الاخير النجمة هيكسب بلاتينيوم هيبقى 12 الاهلي هيبقى عنده عشرة باذن الله هيلاعب الهلال وهنا الموقف بقى لانه الهلال هيكسب بلاتينيوم فهنا الموقف هيبقى صعب شوية يكفي يكفي الاهلي في السودان ان يتعادل مع الهلال بشرط انه هو يكسب باذن الله ان شاء الله النجم السحيلي يوم 24 هنا في مصر ودي الخطوة الاول اللي احنا بنتكلم فيه